طيب زي ما كنا نقول كده هم متخيلين ومعرفوا شكل طريقة لعب اللاعب المصري لو عادنا بصينا على تاريخ الزمالك مع الفيرق أو الأندية في غانا وحنقول له ما تقبلوش كتير يمكن عشر مرات حصل مباريات ما بين الزمالك وغانا ما كانش النصيب الأفضل للزمالك فيها لو فاز مبارتين اتهزم في أربعة وتعادل في أربعة ده حيأثر برضو النهاردة على سياق اللاعب؟ منطقيا لا طبعا فيش حاجة اسمها تاريخ تاريخ من ناحية جانبا مالوش أي علاقة أرض الواقع انت فكرت ازاي عملت سكاوتنج ازاي على الفريق الغاني وده أمر صعب قوي لانه زي ما قولنا الفريق العشوائي انت مش عارف هو مين ثين ليه يعني هو قصة في انه مالوش سيستم هو بلعب طريقة معينة لكن الزمالك بقى عليه العين أفضل طريقة علشان بس الراجل ما يلخفنش الدنيا جوزي جومز إلعب بأربعة اتنين ثلاثة واحد ما تتفزلكش يعني نلعب بالأمان حط اتنين ستوبرين وبكين عادي ما تلعبش بتلاتة في القلب لانه تلاتة في القلب تخلق مساحات اللي هو تلاتة ستوبر تلاتة كلوب دفاع اللي هي خمسة في الدفاع مش مع الزمالك الكورة بقى مع الكورة بيطير الجنبين وبقى بس فيه تلاتة في القلب ويطيروا خمسة في نص الملعب ويخدموا على الأداء الهجومي دي طريقة لأ مع العشوائي يزعجك في أي هجمة مرتدة خطر فيه صغرات مساحات يستغلها لهم عام طيارات بالضبط كده لكن نلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لطرية الأنسب بالنسبة لي لعب نادي الزمالك عندك المسلوسي خلاص تقلق تعملق وبقى متأقلم كان ظهير أي من أول مجلس زمالك ومع تونس دلوقتي بقى ستوبر قلب الدفاع وشايل كويس قوي مع حسام عبد المجيدة فتكرة الاتنين دول عملوا توازن في خط الدفاع نادي الزمالك وفتكرة أنه يبدأ بيهم إلى جوار فتوح في حالته ولازم يكون في حالته فتوح لأنه أي سراحان في التلت الهجوم يفتوح مع طيرانه من ناحت الشمال هيبقى فيه إزعاج برده ويتخلط فيه سرق على طول ولازم تغطية من قلب نص ملعب لأنه فتكرة نهاردة كمان ممكن محمد شحاته يبدأ المباراة أحمد حمدي لغنى عنه لكن محمد شحاته مهم جدا نهاردة لأنه لازم يكون مصمار في نص ملعب لضبط الإقاع مع طبعا نبيل عماد دونجل الاتنين دول عليهم العين لما اللي يفك ويربط يفك هجم الدريمز في أي حلعة شوائية ويربط تلتك الدفاع بتلتك الهجومي مع الإتقان في التسليم وتسلم وبلاش فزلكة في بناء الهجم على الأرض إذا مالك أحيانا بيخطئ في أنه يطلع الكرة من تحت من عد الحارس على الأرض تك 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 في المباراة اللي زي دي مع أرضية ملعب سيئة غلطة بورطة على طول مش لازم غلطة بورط غلطة بورط طلع أمن وبعدين ربنا سهل لكن ما تزودهاش وتقول أنا الزمالك أنت الزمالك بس الزمالك في المواقف اتعامل بزكاء شغل مخك مش جري وخلاص طيب هل جميز أدرك النقطة اللي أنت كنت تتكلم فيها دلوقتي أنه هو أن الفرقة بتفك مثلا أو أول ما بترتبك خلاص الدنيا بتضيئة مثلا فبدأ يشتغل على الحالة النفسية اللي لعبين أنه يكون فيه تماسك أنه يكون قريبين من بعض عن الجمهور وأرضية الملعب المختلفة ده أكيد مية في المية والميزة أنهم مش بس رحيم بدري وطيارة خاصة ومجل الصدارة تقريبا بالكامل موجود معهم هناك معهم أخصائي سايكولوجي مع لعبين أخصائي ذهني فده بيهيئهم بشكل أو بآخر زي ما قلنا شكابالة كمان هيهيب عن المباراة بدعي الإصابة في العضل الأمامية في تدريبات في اليوم قبل الأخير من المباراة أو الأمس فإنه بيتكلم على العيبة بشكل أقرب عن أنه هيبقى لعب فمش مركز أكتر في غير في أنه يحافظ اللعبين ده دور مهم أول اللعبة أصلا خبر يعني معظمهم دوليين سواء كان المحليين أو الأجانب معظمهم دوليين مع مدخبات بلادهم لكن الفكرة في التنفيذ على الأرض ملعب إزاي ما تفكش لأنه جوزي جومز هو عنده قناعة أن أنا مفاكتش قدام الأهلي أن أنا الأهلي تعادل معي فأنا كسبت بس أنت كنت مضغوط ضغط يعني أنت كنت محظوظ برامي تتمثل تلعب طويل علشان يخلص أو حالة سيف دينش زيري اللي خلصت حتى في غياب زيزو لكن في المباراة دي هو عنده ثقة زيادة لأنه زيزو وجوده على الأرض ملعب المناسبة بيدي ثقة أكبر للاعبين أن في حد يخلص أو يحمل مسؤولية التالت الهجومي أنه ما في حركية فده بيدي ثقة بشكل أبخر زيزو دور مهمة لأنه المهارات الفردية لما تخدم على أداء الجماعي ونتيجة بأجماعي في مثل هذه المباراة كان لواحد اتنين ودخل وخلص فرصة زيزو بتاع الفرصة ومثل أنه عنده ثبات في المستوى الفني فبيديك اطمئنان بشكل أبخر مع سيف الدين الجزيري والثقة بهدفي الأهلي مع مصطفى شلبي ممكن يبدأ المباراة النهاردة أفتكر هيكون موجود كداء مهم قوي بس برضو ما يتفزلكش في التغييرات يعني التغييرات احنا طبعا عارفين لكن أنا أشوف أنه العيب الموجودة على الأرض ما عندها التفاهم أو التشكيل الأنسب بما فيهم عوات طبعا لأنه تقلق في الفترة الأخيرة طبعا لها فوات لكن أفتكر أنه هو بخبراته وعنصر مؤثر كمان في حراس المرمى وعليه العين أنه هو يتقلق وفي أي اختبار جاي برضو الضربة ما يعرش جاي هو ما عندوش حلول محمد صبحينش موجود فما فيش حد حيبقى موجود في المرمى غيره صحيح بعد كده ولد صغير سن بس فكرة أنه جوزي جمز والله يخدنا ممكن يخدنا ممكن يفجأي ولكن أنا أغير أي حاجة طبعا مش في حراس المرمى يعني بس أنه ساعات بيعمل أي حاجة يعني وخر حم نشوف منه جدا صحيح هي دي بقى الفكرة أنه أنا بخاف من فزلكة المدير الفني الأجنبي اللي ما يعرفش أدغال قرار الأفريقية أعماق القرار الأفريقية في البطولات فيجي روح عامل تغييرة كده مختلفة يجيب لعب زي ما قلنا بره القائمة خالص ما عندوش إحساس الملعب ويكون منزلوا على الأرض الملعب ساعات بتربك ساعات بتفك الفرقة زي ما عمل تغييرات ما كانش صالحة أنها تحصل في مباراة الأهلي ليه بقول مباراة الأهلي لأنها الاختبار الأقوى قبل مباراة الفريقية لكن في كل الأحوال الزمالك عنده العقلية والاحترافية والخبرات بتاعة اللاعبين نخلي بس المدير الفني على جنب الخبرات بتاعة اللاعبين اللي يقدر أن هما يديروا أمورهم على الأرض نلعب في المباراة حسما علشان يتأهلوا للمباراة الأهلي عظيم طيب إزاي الزمالك يبدأ مباراة النهاردة زي ما قلت 4-2-3-1 وبلاش فازلك وهيبتدي بعواد فتوح عمر جابر على اليمين مهم جدا دوره عمر جابر النهاردة والاتنين لازم عليهم العين في طيران والطيران المدروس يعني ما يروحش ويسرح لأنه هيبقى فيه من نهاية ما قالت أنه فيه رتوبة فيه أرضية ملعب مش مناسبة فممكن نلعب يتعب بيجي له كرش يتنافس في الأحرى فلو كده لازم يكون مأمن من نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وقدامهم هيبقى متقدم أحمد حمدي والاتنين نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة عليهم أدور في التغطية على طرفين يعني لازم يكون بيميل وبيميل برضو بشكل مدروس وما يعرفش الضربة جاية منين فأي هاجم مرتدي لازم يكون أعمل حسابه أنه ستوب ديها تقف ويعطالها صح والضغط ما يكونش بتحليق من لعيب نص الملعب ما بكلمش على التالة الدفاع الليلة لأنه أول خط بيدافع صح نص الملعب فلازم يكون فيه دراسة للضغط والضغط ما يكونش تحليق مش بحجز على الرجل عشان أنا حين هو ما يمررش في الزاوية دي في أطر تكتكية معينة لكن لازم الضغط والضغط يكون أجريسيب شوية مع توزيع المجودة على الأرض الملعب ما ينفعش أن أنت تندفع بشكل كبير ولا تتراجع علشان تقول لدرجة الحرارة أو أرضية الملعب أو ما يقعوش مني في شط تاني فتراجع قوي بتراجع اللي تخليهم يضغطوا مرة 2-3 مع الضغط الجماهيري يربكوك لا غينا زي ما قلنا عن محمد حمدي اللي بيخدم على سيف دين شزيري زيزو وشلبي مصفى شلبي وزيزو يا رب يكون تم شفاقه بشكل كامل ده اللي جاي لنا من هناك لكن مهم أنه فأرضية الملعب الصعبة دي في الأجواء دي ما نتمناش ترجع له أو تتفاقم الإصابة هو يبقى خايف على نفسه لكن زيزو محارب بينزل بيركز على الأرض الملعب وإن شاء الله يكون مهمة نهاردة في الحركات الهجومية 4-2-3-1 ما فيش خلاف على أنه يلعب بطريقة مخالفة عن هذه الطريقة وإلا هيعاقب